طيرك في مستوى طاهر منذ انضمامه للنادي الاهلي انا شكراك على المباراة النهاردة بس بس طاهر ايه الاضافة او شفت اضافته قد ايه او تأثيره قد ايه في تشكيلة النادي الاهلي بص كابتن الله انا من سنتين بس انا هو كان لسه جاي ولما عرفت ان هو تقاقد قلت خلاص انه انا عارف ان الفلنة تقيل عليه تشيرت تقيل عليه بس انا قلت ساعتها وهو كان لسه وبعدين دخل وبعدين اللي بتده يلعب شو قلت لهم قبل كده من سنتين فانا دلوقتي وهو واقع انا ما قدرش اقول انه هو لازم شد حيله ما قدرش اتكلم عليه اكتر من كده لان هو دلوقتي سكة راحة فيه حتى حسين الشاحات ياما اتكلمت النهاردة الراجل ما تفكرش فيه خالص اذا ابتدى يقع من حساباته ممكن الراجل بيسمع انا قلت لك قبل كده يوم الصحفي قال له ميكي سوني ما لعبوش تاني غير بعد اما الناس هديت عليه ورحهم لعبو فالناس اتكلمت على حسين كتير فهو ابتدى يسحابه سنة سنة لا انا مش محب الاسلوب دوت استسنده سنده للاخر انت فهمني لا الناد الاهل محتاجة يا كابتن حتى برستاه وقلت لك وكويس بس مش سوبر صح بس انت تعرف السوبر دا كابتن السوبر دا اللي هو يعلم معايا زي علي معلول سنة كاملة مفيش موتش كده بيقيدلي فيه مستوى ثابت ثابت فرجاني ساسي لما كان موجود بنشاري قبل اما يخيب دولة مستوى دولة الواحد انا جيت في سنة بالسنيني قلت انهاري سورخ احسن العيب في مصر اجنبي كان فرجاني ساسي كنت بيسألوني قلت لهم اه فرجاني ساسي ساعتها فقلت لهم واحسن باكليفت قلت لهم علي معلول يعني قلت لهم انا نهاري بيقيد الاتنين اللي من برا مصر هم احسن اللي عيبة في مصر ايوة فدي خطر تعالي اجيرك تعالي عشان دي انا كنت بتكلم فيها بداية الحلقة ودي النقطة انا نسيت اقولها رغمين من الحاجات اللي كانت في افكاري انه للأسف لو منين نتكلم على الافضل في مصر خلال كم سنة ستقول اشرف بنشاري علي معلول ده حقيقي في مشكلة في مشكلة يا اللهك انا كنت بقول في بداية الحلقة انه احنا من قيس قوت اللاعب ولا امكانيات او هو اسم كبير بتمنه يعني اللاعب اللي بيكسر ال 20 مليون ده خلاص ده بقى لعيب كبير ده بقى لعيب عالمي وده بقى أسطورة أسطورة الأساطير بس واضح ان دي خادعة خادعة جدا انه اللاعب يبقى كبير لو عنده مليون فولورز على السوشل ميديا انه اللاعب يبقى كبير لو الناس عامللوا بتجاتوا صفحات على الفيسبوك اللاعب يبقى كبير لو معمولوا هاشتاجوا بيطلع ترند اجوجو ده الله ارحمه وتوفى بتاقل اجوجو ده قبل ما ييجي كان ايه جاي زيكم البرازيل جاي صح اقل من اقل حد هنا الله ارحمه يعني فهي مش بالتمن صح مش بالاسم الواحدة بط بس دي حاجة خوفة كابتب محمد ما هي حاجة ايه ليه يعني ما هي كابتب الاحتراف اللي اتفتح ده اتفتح زي الهويس كده ما لوش اي ايه لا اتفتح في الاسعار بس اه في هنا بنا وبن بعض مش احتمل خارجي تقصد يعني لا خارجي ايه يا رابي خارجي ايه ده مش صلاح في حتة تانية لا صلاح الله اكبر ربنا يا حرسي في الامر فوقه بتاعه خلاص انسوا انتوا عايزين تطلعوله بقى اتجاروا السواريخ اللي بتطلع انما انتوا بتتكلموا في ايه احنا بعيد او يا كابتب انا هاتلي واحد من اول الدولي مستوى ثابت صح حد كده يا جماعة المصارعة الحرة اللي شغالة الماتشات فيه شغال ماتشات بشوف ستة سبعة في نص الملعب عمالين يدوا مقلب لبعض مش كورة بكلمك بأمانة وما حدش يزعل مني يعني فرقتين ثلاثة اللي بحيب اتفرج عليهم كورة اتباقي كله مسارعة حرة والله فده السبب انت دلوقتي اي لعيب اي ناديين بيتخنوا علي خلاص ده احسن لعيب في مصر وده بسبعين ثمانين مليون مع ان لا 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 الحاجات دي لازم ترجع تاني تتضبط وكل ده على حساب الاهل والزمالك هم اللي بيدفعوا هم اللي بيغرموا وعلى حساب الفرق التانية انا بشوف فرق وعلى حساب منتخبنا انا بشوف فرق بتجيب لعيب افاركا كابتن وميظهروا بيكسروا الدنيا وفيهدوء وبيجيبوا لعيبة من الدرجة الممتاز بيهو بيشتغلوا يعني في كذا تجربة معمولة محاجدش داري بيهم بس طبعا احنا هنا اهل وزمالك وده هو من زمان كنت بقول ايه انو لما منتخب مصر يلوح يلعب مع منتخب كبير واحنا كنا عاديين مع بعض كتير في كاسوام الأفريقية تلعب مع كودفور تقول ربنا يستر تلعب مع سنغال تقول ربنا يستر تلعب مع الكاميرون تقول ربنا يستر تلعب مع الجزائر كام في الدير في دي ولا كام فيردي كام فيردي دي برضو بنقل عنان فيه الفكرة في ايه اه احنا بالروح وبالقلب وبالحماس وان احنا ندي تريبل المجهود يعني فبنعرف نوصل لهم بس ايه نفسي نوصل لمرحلة ايه ان انا ما دوس بنزين على الاخر عشان اوصل للمستوى الناس دي لا انا داخل المباراة ديت انا راس براس احنا مباراة السنغال كلنا عارفين مش هنخبي على الورق لا تشكيلة السنغال اقوى على حسب الاندية الاوروبية الكبيرة اللي لعبوا بيها بس احنا عندنا طموح وامل في لعبتنا برجولتهم وحمسهم وامكانياتهم ان هم يوصلوا للمستوى دا وتعملوا مباراة كبيرة بس انا عايز اخش على الورق كمان لأ انا اكبر اكبر من السنغال الجيل بتاع كابتن حسن كنت بتخش ايه ماتش بالذات بعد السنة الاولانية يعني بعد سنتين من تولي الكابتن حسن صح من 2008 اه كنت بتخش على ايه فرق انت راكب وعالي وبتاع جاي من كاس بان ايطاليا وخسران من البرازيل في اخر دي يعني ايه في حتة تانية برضو وانما انت دلوقتي فانا بتجيبها لك هيك كوالتي الكوالتي بتاع لعيبة مصر ابعت صلاح عن المشوار كله هتلاقيهم بالضبط 60-65% مع 25% روح وحماس وصرار الوصفة السحرية بتاعتنا بتاعتنا دي بتغطي على اي حاجة يعني انت كنت ايام الكابتن حسن 90% وفيهم 20-30 روح فكنت معدل 100% فكنت بتكسب اي حاجة صح دلوقتي انت الكوالتي عندك 60-65% فعالخان بنوصل لـ 80-90 يعني ها عارف انت بتدوس على اخرك في المنزين بس برضو مش كل مرة هتمشي كده ايوة مش يعني مش فهلا انا عشت كده قلتلك عن نادل اهلي مش كل مرة ربنا هيسلمها معاك وتوي صعد فيه فيه كده لومت بتنوع متخب مصر نعدي يا رب نعدي كاس العالم عندنا لعيبة وعندنا شغل وعندنا فرق وعندنا ناس يعني ان شاء الله يخلص بس ان شاء الله نوصل كاس عالم هتلاقي وانا بنبسط يعني من كيروش انه هو طلع للعيبة مكنش معاك اهو ايوة فانا حاس ان هو هيجي بكذا واحد انت فاهمني يعني زيهم